تقدر الإشارة إلى ضرورة البدء بالخلوة لفخوصات ما قبل الولادة خلال الشهر الثالث من الحمل إضافة إلى أهمية التأكد من الحصول على الرعاية اللازمة خلال الحمل وينقسم الشهر الثالث من الحمل بطبيعة الحال إلى أربعة أسابيع الأسبوع الأول هو الأسبوع التاسع من الحمل ببلوغ الحمل أسبوعه التاسع سوف تستمر أجزاء جسم الجنين وحجمه بالنمو والتطور كما سوف تحدث تغيرات سريعة في هذا الأسبوع تكون جميع أعضاء الطفل الأساسية موجودة في موقعها الصحيح وعلى الرغم من ذلك إلا أنها سوف تخضع لضبط وتوازن دقيق خلال الأشهر المقبلة ويمكن بيان أبرز التغيرات التي تطرأ خلال الأسبوع التاسع من الحمل فيما يلي يبدأ الهيكل العظمي الخاص بالجنين بالتصلب ذلك بالتزامن مع تشكل الغضاريف تتشكل الحلمات وبصيلات الشعر وينقسم القلب إلى أربع حجرات رئيسية يختفي الذيل الجنيني عند الطفل كما تصبح أذني الطفل الدقيقة محددة بصورة أكبر وسوف تتحرك إلى موقعها الصحيح في وقت قريب يستمر تطور المشيمة فعلى الرغم من أن نبيضي الأم هما المسؤولان عن إنتاج هرمون البروجسترون المهم لنمو الطفل حتى هذه المرحلة من الحمل مع ذلك سوف تشهد هذه المرحلة تطور المشيمة بما يكفي للبدء بإنتاج هذا الهرمون وتزويد الجنين بحاجته منه وسوف تكون المشيمة قادرة أيضا على إيصال العناصر الغذائية التي يحتاجها الطفل وإزالة الفضلات من جسده كما يزداد طول ساقي الطفل وتصبحان متناسبتين بصورة أكبر مع باقي الجسم وتظهر مفاصل الركبة والكاحل كما يتشكل النظام المعوي في جسم الجنين بما يتضمن البنكرياس والقنوات الصفراوية والمرارة والشرج ويحدث أيضا تمدد للأمعاء يتطور الكاحلان والمعصمان بصورة أكبر بحيث تصبح أصابع اليدين والقدمين أكثر وضوح وخطة الحني زواعي الطفل في المرفقين بما يمكنهما من الاستقرار على صدر الطفل وسوف يلتقيان معا في مراحل لاحقة ويمكن القول بأنه خلال هذا الأسبوع من الحمل سوف تتحرك الزواعين والساقان في الجنين بشكل تلقائي نظرا لبدء تطور العضلات الصغيرة وعلى رغم من ذلك فلن تشعر المرأة بحركة الجنين الخفيفة حتى مضي مدة شهر أو شهرين على الأقل تتشكل الجفون إذ تبدأ السديلات الجلدية الموجودة على العين بالتحول إلى جفون وسوف تصبح أكثر وضوحا خلال الأسابيع القليلة القادمة كما تصبح صابع القدم مرئية وعلى الرغم من أن رأس الطفل يكون كبير الحجم إلا أن ذقنه لم تتشكل بعد بشكل تام ينبض القلب بسرعة 170 نبضة في الدقيقة الواحدة ويزداد حجم العيون وتصبح أكثر وضوحا كما سوف تظهر بعض الصبغة فيها يتشكل الفم واللسان مع براعم تذوق صغيرة الحجم كما يبدأ كبد الجنين بتصنيع خلايا الدم ويتطور الأنف وحاسة الشم يتضمن ذلك تطور النبت أنف الجنين بحيث يمكن رؤيتها كما تبدأ السمات التناسلية الداخلية بالتشكل بما يتضمن الخصيطين والميبيضين ويستمر الجلد المتشكل بكونه شفافا بمعنى أنه من الممكن أن ترى العوايات الدموية من خلاله